السلام عليكم الطبيب البيطري جواد جبار محمد المتدرب في جامعة إلينوي اليوم راح نتحدث عن الاعتبارات الصحية في العجول الصغيرة أهداف من أجل العجول تتمتع بصحة جيدة أول شيء تعزيز مناعة العجول من خلال إعطاها اللباء اثنين ألحث على إعطاء العليقة البادئة بشكل مبكر لتحفيز تطور الكرش ثلاثة هو تجنب التعرض للمرض من خلال عزل العجول عن أمهاتها من خلال عزل العجول عن بعضها هذا راح يقللنا من نسبة المرض آخر شيء هو وضع برنامج تلقيح فعال هذا البرنامج التلقيح راح يطيننا فد مناعة للعجول ويجنبها الأمراض في التالي لنبدأ بعد ما يولد العجل مباشرة يغطس الحبل السري بمحلول اليود نسبة اليود بي راح تكون هذا 7% تغطس طبعا داخل السرعة وخارج السرعة الخارج هو يعني معروف أنه هنا يغطس لكن الداخل لأجل أنه نضمن وصول هذه المادة في داخل الحبل السري نستخدم يمكن السرنجة لقتل كل الجراثيم اللي يمكن من شأنها أنه تدخل في داخل الجسم العجول وتسبب لها الأمراض تعزيز مناعة العجول من خلال اللباء هو يعطاها طبعا 2 إلى 3 ألتار في الساعات المبكرة الأولى بعد الولادة وهذا لازم يعطى اللباء ذات نوعية جيدة ومفحوص بالكولاترو متر اللي من خلالها اللي احنا نتعرف على الألوان اللي قلنا إذا كان أخضر فهو هذا يكون الكافي وإذا كان أحمر هو هذا طبعا غير كافي آخر شي نحنا نقول أنه مراجعة المقررات الدراسية اللي تخص اللباء لأجل يعني فد يعني التفاصيل أكثر عن هذا شيء تحفيز تطور الكرش هذا من خلال إعطاء العليقة البادئة للعجول ذات النوعية جيدة والتشجيع عليها من بعد ثلاثة إلى سبعة أيام طبعا هذا يمكن إعطاها أن نحن نشجع العجول عليها بوضع كمية قليلة في فم العجول لأجل التشجيع على استهلاكها والشي ثاني هو هم نأكد علي مرة ثاني هو مراجعة المقررات الدراسية اللي تخص هذا الموضوع من أجل تفاصيل أكثر الشيء اللي احنا نريد نقوم به في هذه الاعتبارات الصحية هو احنا نطور من نمو الكرش الصورة اللي موجودة هي على اليسار في الأسبوع الأول يكون الكرش هنا أنا صغير فاحنا نهاول أن نطور من نمو مات الكرش من خلال إعطاء العليقة البادئة ذات النوعية الجيدة من أجل أن يكون هذا الكرش ذات وظيفة فعالة وجيدة قادرة على هضم الأعلاف إذا واحد سهلة هل نقلل من التعرض للمرض طبعا هي نقاط بسيطة وسهلة أولا نحن نقوم بفصل العجول حديثة الولادة عن أمهاتها لأن لربما الأم تكون حاملة فجر ثم في الضرع مالتها أو في أحد مناطق قد سامها فاحنا هذا نجنب العجل أنه يتلامسوا يا أمه فنخليه في بيئة نظيفة معزولة عن أمه وضع العجول في بيئة جافة أو منطقة جافة اللي هي تكون خالية من التيارات الهوائية اللي تجنبها أي نزلات برد أو إصابتها بالالتهابات الرأى والفرشة تكون جيدة وما بها أي إجهاد حراري الثاني الشيء الآخر اللي هو قلنا تغطيس السرة باليود اللي احنا حتشينا عنها لتجنب دخول أي عامل أي عامل مرضي في داخل أجسام العجول الشيء الآخر اللي هو لازم إيواء العجول بصورة فردية لتجنب التماس مع العجول الأخرى وإذا انصاب العجل بمرض فيفضل أنه احنا نعز لهذا العجل عن العجول الأخرى اللي تلافي التلامسوية وبالتالي يسبب أنه أمراض من بعده أنه احنا لازم نركز على النظافة النظافة هو طبعا المواد اللي احنا نعطي بها العجول اللي نقدم الأعلاف بها للعجول أو أو مواد الرضاعة للعجول لازم تكون نظيفة لتقليل الأمراض وتجنب أي حالة غير صحية تأثرنا على حالة العجول قدما تصاب العجول بالإسهال بالتالي راح تفقد أنه عدة سوائل ومعادن فراح تسبب النجفة فيفضل اعطاها هذه سوائل ومعادن من أجل التعويض هذه السوائل المفقودة وبعد أنه لازم نعطي هذا الألكترولايت لعدة مرات بحكم أنه فقد سوائل وفقد معادن لأن العجول بهتش حالة راح تحتاج إلى سوائل إضافية لأجل التعويض وما بس يحتاج العجول هنا نعطي الحليب وبداء للحليب لا هنا نكرر أنه لازم ننطي الألكترولايت لعدة مرات خلال اليوم لعدنا الأمثلة على الكترولايت في حالات إصابة العجول بالإسهال أو إصابتهم بالجفاف لعدنا هنا المنتوج التجاري اللي هو اللي تالي يخلط في الماء هذا طبعا اللي يشتري لازم يشوف التوجيهات اللي الموجودة على المغلفات مالتي ومن بعدها يستخدمها لعدنا المثال الثاني اللي هو معادلات يمكن تصنيعها بداخل البيت هذا اللي هو نخلف مغلف واحد من هلام البكتين وطبعا الهلام المستخدم هذا الاعتياد اللي يستخدموا من عنده الجلي والمربة هذه العادية لكن يضيفوا له البكتين البكتين اللي هو شنوه هو أحد المصادر الغنية بالألياف القابلة للهضم اللي تخفف منه من الإسهال في العجول لين عندنا هنا ملعقة شاي من الملح الاعتيادي ملح الطعام وبعد نضيف ملعقتين من الصودة لنهاي الصودة تزيد من البيئة شمالة الكرش شمالة العجول فتحاول نتخفف منه من الحامضية الكرش نضيف بعد وياها علبة من السوب اللحم البقري اللي هو يستهلك من خلال البشر لكن هنان يستخدم لأجل يعني يستخدم كماده غذائية ويمكن أنه في بعض الأحيان يستخدمون البيض ني أو حتى يستخدمون أجبان ساعات هذه كلها هذه المواد تخلط ويا الماء إلى أن توصل إلى 2 لترة وتترك للعجول لأجل شربها أو اعطاها بال في بعض الأحيان تكون العجول مصابة بالجفاف بشكل كلش قوي فهنا لازم يعطيها الطبيبة البيطر يعطيها الكترولايت من خلال الوريد الأمراض المحتملة اللي صيب لنا العجول أول شي اللي هو التهاب الرئتين ثنيا الإسهال الإسهال اللي هو يكون تضرر في الجهاز الهضمي والخروج أو الفضلات مات هذه العجول راح تكون لينة وفقدان سوائل وياها بكثرة وهذه ناتجة اما عن تكون سببها جرثومي أو تكون سببها غذائي اللي هو سوء نوعية الحليب أو بداء الحليب المستخدم أو عندنا التغذية على الأعلاف الجافة اللي تكون بها أكثر من 80% عليقة جافة ثالثا اللي هو تكون خطورة أمراض تكون هي محلية تعتمد على الأماكن اللي متواجدة بها العجول لقاح هذه الأجسام المضادة راح تهاجم لقاح اللي دخل في داخل جسم العجول وراح تدمرها وما منها فايدة هذه اللقاحات ثالثا التأكد مع الطبيب البيطري لتحديد الأمراض اللي تصيب لنا العجول في هذا المكان ثلاثة التحديد إذا كان هناك حاجة إلى جرعات معززة لأجل المحافظة على المناعة التوصيات إحنا الحاح على إعطاء اللبأ في خلال الساعات المبكرة الأولى من بعد الولادة لأنه يعتبر هذا خط الدفاع الأول ثنيا تغطيس السرة باليود لأنه لتلافي دخول أي عامل مسبب للأمراض إلى داخل أجسام العجول اللي قلنا أنه 7% تركيز هذا اليود تقديل التعرض للجراثيم اللي إحنا قلنا عزل العجول المصابة بالأمراض عن العجول الأخرى وعزل العجول حديثة الولادة عن أمهاتها عندنا شيء آخر هو تزييع الاستهلاك المبكر للعليقة البادئة اللي قلنا بعد ثلاثة إلى سبعة أيام وهذه إحنا نشجع العجول عليها بوضع كمية قليلة من هذه المادة في فم العجول وتوفير المسكن الملائم للعجول اللي قلنا ما لازم تكون بتيارات هوائية والبيئة لازم تكون جافة وما كو جهاد حراري آخر شيء هو وضع برنامج تلقيه مع الطبيب البيطري لتعزيز المناعة لدى العجول وشكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر